أهلا بكم بعد فوز المرشح جمهوري دولار ترامب في الرئاسة الأمريكية حلقت الأسواق العالمية وتلون مؤشر الدولار باللون الأخضر ليسجل أعلى ارتفاع له منذ أذار 2020 فيما قفز مؤشر الأسهم الأمريكية في أعلى ارتفاع يومي منذ سنتين وانخفض الذهب والنفط بشكل لافت في تدولات اليوم في الأثناء تترقب الأسواق قرار الفدرالي غدا الخميس بشأن الفائدة كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض بولاية ثانية حوارنا مع ضيفنا في الستوديو وكبير المحللين في شركة سي إف آي مهند إعريقاته أهلا بك سيد مهند أهلا سيدي كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع وصول دولار ترامب إلى البيت الأبيض بولاية ثانية وهل فوز ترامب كان متوقعا بالنسبة للأسواق العالمية ومتى بدأت تظهر هذا الفوز على المؤشرات تمام إحنا كمتابعين ومحللين للأسواق المالية في نقطة مهمة جوهرية لازم نعرفها أن الأسواق المالية أسواق حساسة للمتغيرات التي تحدث في المحيط وإحنا نعرف لما نيجي نحك عن انتخاب أهم دولة في العالم الولايات المتحدة بالتأكيد رح كلها نعكاسات ووضعها على مؤشرات الأسعار بشكل عام بداية متى بدأت هذه نلمسها من يوم أمس من قبل حتى على النتائج شفنا كان فيه ارتفاعات جيدة على أسواق الأسهم شفنا أيضا كان فيه نوع من الهدوء والاستقرار مع ترجع طفيف لأسعار الدهب أيضا أسعار النفط كانت مستقرة فبالتالي بدأتنا نلمس تلك التحركات من جلسة يوم أمس من خلال طبعا متابعة شاشة الأسعار حتى في جلسة يوم أمس تم تجاوز مستويات مهمة جدا سواء لمؤشرات أسواق الأسهم أو حتى الدهب يعني هناك تفاؤل من المتداولين لدونالد ترامب بشكل عام نعم التفاؤل كان واضح جدا لأنه يوم أمس أغلقت مؤشرات الأسواق الأسهم جميعها على ارتفاعات بحوالي 1% ما يقارب من الـ 1% وبالتالي استكملت اليوم الأسعار سيدي إذا تحدثنا بشيء من التفصيل عن المؤشرات الرئاسية لنبدأ في الذهب اليوم سجل انخفاض بأكثر من 3% ويداو الآن عند 2666 تقريبا يعني لماذا هذا الانخفاض وما هي توقعاتك لأسعار الذهب في الأيام القادمة طبعا نشوف إحنا الذهب بنعرف أنه كان يسجل مستويات قياسية كان لأول مرة بيسجلها هلأ تراجع الذهب اليوم يعتبر ثاني أكبر تراجع يومي خلال العام 2024 وبحوالي 80 دولار لكل الأنصة هذا التراجع كان بتوقعات المستثمرين أنه ارتفاع الدولار بالدرجة الأولى وأيضا توقعات المستثمرين بأنه الفيدرالي قد يهدئ من خفض وطيرة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة نتيجة مخاوف من عودة التضخم للارتفاع ولكن بشكل عام ما زالت الأسباب التي أدت لارتفاع الدهب في وقت سابق أو سابقا ما زالت موجودة من أهمها طبعا حالة عدم اليقين الاقتصادي وأيضا حالة التوترات الجيوسياسية العالمية الدهب حاليا يملك دعم مهم جدا عند المستويات الـ 2660 كسر تلك المستويات قد نشهد المزيد من التراجع نعم في حال كسر الـ 2660 دولار للأنصة قد نشهد مزيد من التراجع وين ممكن نروح؟ إحنا لو لاحظنا لو جينا نرسمنا خط تجاه صاعد رح نلاقي الدهب اليوم كسر هذا الخط الاتجاه الصاعد وساعد على هذا التراجع الكبير السؤال هل ممكن نشهد الخفاضات في الأيام القادمة رغم الأحداث الجيوسياسية اللي نشهدها؟ يعني متوقع أن نشهد في الـ 2660 كمستويات دعم مهم جدا تالية في ملاو استمر هذا التراجع الآن بدنا نراقب كيف رح يتعامل الدهب مع المستويات الـ 2660 وخاصة كما تفضلت حضرتك في بداية اللقاء عنا اجتماع على الفيدرال اليوم غدا غدا يوم مهم للأسواق المقالية بالانتقال إلى الأسهم الأمريكية سجلت أيضا أعلى ارتفاع يومي منذ سنتين وشهدنا مؤشر الداو جونز يعني زي ما نقول في الأسواق المالية كسر الـ high التاريخي الداو جونز إلى ماذا يؤشر ذلك؟ هل توجهات ترامب؟ يعني خلات الداو جونز أو مؤشر الأسهم الأمريكية يكسر الـ high؟ شوف احنا كمتابعين للأسواق المالية في عدة عوامل ساعدت بهذا الارتفاع أولا لازم ننتبه أنه أصلا أسواق الأسهم عم تتحرك باتجاه صاعد فبالتالي جاءت أخبار تدعم استمرار ذلك الاتجاه هاي من ناحية من ناحية ثانية احنا بنعرف أنه الاقتصاد الأمريكي مؤخرا كان يشهد بعض المؤشرات السلبية أهمها طبعا وعلى رأسها اللي هي تراجع التوظيف في الولايات المتحدة شوفنا الاقتصاد الأمريكي يضيف الشهر الماضي وظائف بأقل نسبة خلال آخر سنتين فبالتالي ايضا ارتفاع تدخم وتراجع الوظائف وجاء في نفس الوقت رئيس يوعد ولكن سيد مهند كما لاحظنا بأنه مثلا مؤشر الدو جونز هو كل ألف نقطة في مؤشر الدو جونز هي تريليون دولار نعم صحيح اليوم مؤشر الدو جونز يعني صاعد 1500 نقطة تقريبا هل تم ضخ نقد في السوق بتريليون ونصف تريليون دولار بالشراء يعني بالتأكيد هي عملية شراء سيطرت على جلسة التداول من بدايتها ولغاية هذه اللحظة فسيطرت عملية الشراء انعكست على الأسعار شوفنا سجل اليوم مستوى رقم أو رقم قياسي جديد زي ما حكينا بدعم من استمرار الاتجاه صاعد وأيضا كلام الرئيس ترامب سابقا قبل الحمل أثناء الحملة الانتخابية على أنه سوف يدعم الاقتصاد سوف يقوم بتغييرات جذرية مهمة فيما يتعلق بالمديونية فيما يتعلق بالتعريفات الجمهورية كيف سيؤثر قرار الفيدرالي غدا على مؤشرات الأسهم داو جونز النازدك هل احنا بنعرف أن الفيدرالي في عنده سياسة واضحة تشير التوقعات السابقة اللي ذكرها الفيدرالي أنه رح يقوم بخوض أسعار الفائدة حسب ما هو متوقع يوم غدا بربع نقطة وربع نقطة إضافية خلال شهر 12 ممكن 50 نقطة؟ مستبعدت حاليا وخاصة مع التغييرات وارتفاعات الأسواق منتوقع أنه على نطاق كبير أنه يخفض بربع نقطة مئوية وعلى أن يخفض نقطة مئوية كاملة خلال العام 2025 بالتالي تغيير ذلك أو تغيير سياسة الفيدرالي سوف تعتمد على السياسات اللي رح ينتهجها الرئيس ترامب سيدي بذهاب إلى النفط النفط أيضا واصل التراجع في جلسة دول اليوم بسبب السحب من المخزونات الاستراتيجية إضافة إلى قرار أوبك بشأن تخفيض الإنتاج ولكن كيف أثر فوز ترامب على الأسعار؟ يعني الأسباب نريد يعني النفط كان الأقل تأثرا بالانتخابات الأمريكية شفنا حاليا يشهد استقرار نوعا ما بمقارنة مع إغلاق يوم أمس وخاصة أنه ترامب يدعم الشركات النفطية ويدعم التنقيب على النفط ويشجع استخدام الطاقة في معظم الصناعات وفي معظم الأمور الصناعية وغيرها فبتالي شفنا النفط يعني الأقل تأثرا بقرارات أو بانتخاب الرئيس ترامب رئيسنا الولايات المتحدة نعم طب بشكل يعني هناك تلميحات من ترامب خلال حملاته الانتخابية حول توجهات بشأن إجراء تعديل على رئاسة الفدرالي هل سيؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي الأسواق المالية بشكل خاص؟ هل أشوف تغيير رئيس الفدرالي هم يتخذوا قراراتهم سواء الرئيس الحالي أو فيما لو تم انتخاب رئيس جديد للفدرالي يتم اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة المالية وفقا للبيانات والمؤشرات والمعطيات الاقتصادية فبالتالي ما أعتقد تغيير الرئيس سوف يؤثر بتأثير واضح على حركة الأسواق المالية هي على القرارات وليس على الرئيس هي على القرارات وليس على الرئيس طيب بالنهاية سيدي هل أنت متفائل بشأن نهوض الاقتصاد العالمي مع هذا الفوز الصاحق للرئيس الجمهوري دونالد ترامب وأيضا الدولار الآن في أعلى مستوياته وغدا هناك تلميحات بخفض الفائدة لماذا أيضا؟ هلأ متفائل أو غير متفائل إحنا اليوم شفنا ردة الفعل الأولية هل رح تستمر ردة الفعل الأولية أو ممكن نشهد عودة لحالة الاستقرار والتراجع في الأسواق المالية هذا الشيء بيحتاج بعض الوقت هلأ بالنسبة للدولار الأمريكي أي نعم هو ارتفع بالنسبة تعتبر كبيرة جدا ولكن سوف يعتمد غدا إيش رح يحكي رئيس الفدرالي فيما يتعلق بشكل سريع يعني لماذا ارتفع وغدا تلميحات بخفض أسعار فائدة هو ارتفع لأنه سياسة ترامب الجديدة الاقتصادية من خلال التعريفات الجمركية وخفض الضرائب كل ذلك قد يعني يؤدي أنه التضخم يعاود يرتفع عودة التضخم للارتفاع معناته قد يبطئ الفدرالي من خفض أسعار الفائدة مستقبلا وهذا شكل دعم لدولار بحيث أنه ارتفع بشكل اليوم كبير المحللين في شركة سيف آي مهند عريقات شكرا جزيلا لك شكرا شكرا أما أسعار الذهب محليا فقد انخفطت دينارا وثلاثين قرشا للقرام وفق التسعير الثالثة التي أصدرتها نقابة تجار الحلي والمجوهرات وجاء ذلك على أثر الانخفاض الكبير الذي سجلته أسعار الذهب بالأسواق العالمية ما أعلان فوز دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية إذ وصل إلى الفين وستمائة واثنين وخمسين دولارا بحسب التسعيرة الثانية لنقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات وبلغ سعر الغرام واحد وعشرين الأكثر طلبا لدى الأردنيين أربعة وخمسين دينارا وعشرين قرشا للقرام وكانت أول تسعيرة أصدرتها النقابة تشير إلى انخفاض الذهب ستين قرشا للقرام وفي التسعيرة الثانية عاودت الارتفاع نصف دينار ومفتح الأسواق الأمريكية وانخفاضها عالميا أصدرت النقابة التسعيرة الثالثة لينخفض لقرام دينارا وثلاثين قرشا للقرام بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشي ملف ربط حق الأريشة الغازي بخط الغاز العربي مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي على هامشي مؤتمر دوك الفين واربعة وعشرين الذي يقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي وناقش جانبان ربط حق الأريشة الغازي بخط الغاز العربي من خلال خط طول ثلاثمائة كيلومتر بناء على الدراسات الأخيرة التي تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حق الأريشة الغازي واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة بترول المصرية الحامة بهدف التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر